وكيل تعليم القاهرة يعتمد موازنة المديرية والإدارات التعليمية للعام المالي 20-24-20-25 اعتمد أيمن موسى وكيل وزارات التربية والتعليم موازنة المديرية والإدارات التعليمية للعام المالي 20-24-20-25 مشددا على المختصين بالإدارات التعليمية سرعة صرف مستحقات العاملين والالتزام بالتعليمات المالية للموازنة العامة للدولة وتزليل كافة العقبات جاء ذلك بحضور مونة طهر مدير عام الشؤون المالية والإدارية والتي أكدت أن إدارة الموازنة بالمديرية على تواصل دائم بالإدارات التعليمية لسرعة تلبية أي احتياجات مع الالتزام باللوائح والقوانين وأشار أيمن سيد مدير إدارة الموازنة إلى أنه تم التأكيد على مدير الموازنة في جميع الإدارات التعليمية والمختصين بالموازنة الالتزام بالتواصل الدائم والمستمر مع المديرية والتوجه إلى إدارة الموازنة لتزليل كافة العقبات والعمل على حلها